زهبا بنا إنك رائدة في مجال المودة واصطناعة الفاشن في مصر عايزة كده أتحاور معاكي عن أهمية الاهتمام بالمظهر هل موضوع المظهر ده موضوع سطحي زي ما فيه بعض الناس بتشوفه ولا هو حاجة عميقة جدا أولا هو مش موضوع سطحي خالص إن المظهر ده بيأصل في نفسية مجامد جدا وبيعازي ثقاتنا في نفسينا كمان يعني أنا حتى بقول لو حد متضايق يلبس حلو ويزبط مظهره كده وينزل أو يعود في البيت بيأصل في النفسية جدا جدا يا نورا يعني نقدر نقول إنه بينعكس بصفة يعني دايريكت أو مباشرة على نفسيته على السعادة النفسية أكيد على السعادة تقدر إتي دينا كده والمشاهدين معنا مثال عن إزاي المظهر ممكن يبقى ليه دور رئيسي في السعادة النفسية يعني مثلا إحنا في الأعياد مش دائما بيقولك اشتري حاجة جديدة غيري اللوك بتاعك في العيد حيثي إنك لابسك جديد في جديد زي ما بيقولو إزاي صحيح فعلا بيأصل في نفسية الواحد دا من أهم مظاهر الاحتفال بأي أعياد هي اللبس الجديد حتى لو أنا مقدتش أجيب طقم جديد أجيب أكسسوريز أجيب أي حاجة جديدة تحسسني بالسعادة مظبوط يعني مش بالضرورة إن أنا أجيب أنزل أشتري حاجة جديدة ممكن يكون عندي حاجة موجودة في دولابي مظبوط أعيد تنصقها ألبسها بطريقة مختلفة أغير عليها حاجة أحيث إن أنا غيرت التغيير نفسه بيدي سعادة دا حقيقي التغيير طبعا بيقتل أي رتابة في الحياة طب أنت ذكرتي برضو إن المظهر ممكن ينعكس على الثقة بالنفس ممكن توضح لنا أكتر النقطة دي هو بيدينا ثقاف نفسنا طبعا لو يكون مظهرنا كويس بيدينا ثقاف نفسنا بنقدر نبقى لو إحنا عندنا كمان الثقة دي بنقدر نعكسها من خلال مظهرنا يعني لو حد فعلا عنده ثقاف نفسه فبيبين دا من خلال شكله اللي ممكن يكون مختلف يظهر بشكل مختلف يكون فيه جرأة واختلاف وتنوع عن الطبيعي حتى الألوان بتختلف في الثقة في النفس يعني أنت بتشوفي قدامك اللي جوه بيطلع لبره صحيح يعني فعلا أنت لو تكوني جوه عندك ثقاف نفسك عارفة أنت إيه فبيطلع لبره في مظهرك فده بيكمل بعض يعني نقدر نقول أن المظهر الخارجي بيدي انطباعه بيقول كتير عننا مظبوط كده يعني أنا لما قابل حد الأول مرة حكي لنا ممكن إزاي يكون المظهر سبب في الانطباع الأولين مهم جدا جدا أنا لما قابل حد أول مرة مثلا لو جايا لي مثلا بألوان هادية فدي مثلا شخصية هادية جايا لي بألوان فقعة قوي وكده يبقى شخصية منطلقة محبة للحياة جايا لي مش منظمة تحيسي شنطة مفتوحة وهي من الكركبة واللي مش عارفة إيه دي شخصية غير منظمة يعني كل حاجة بيباين شخصية يعني أنا شخصية صراحة من الناس اللي بحب الألوان يعني معروف علي لأ أنت مالكة الألوان فأنا بحب يعني ممكن قلب صبع الألوان أنت شخصية منطلقة محبة للحياة بتحب الحياة ففعلا ده هو الانطباع لو حد ما يعرفنيش أو الفعلا الانطباع بياخده عني أن أنا شخصية ممكن أكون منطلقة أو محبة للحياة وهو بصراحة اللي كمان بحبه أكتر أن أنا أسيب انطباع إيجابي عند الشخص الأدامي يعني أنا لما بقابل حد بألوان مفرحة أو مبهجة بحس أن أنا نقلت له نوع من أنواع الطاقة الإيجابية موسيقى 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 الموسيقى